بسم الله والصلاة والسلام على شفيعنا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم طلابي حبايبي معاكم الأستاذ عبد الفتاح البرغوثي مدرس مادة اللغة العربية بشقيها التخصص والمادة المشتركة اللي بتسموها المهارات عبر المنصة الأولى والأقوى منصة موقع وتد التعليمية الفيديو لليوم هو عبارة عن ترحيب وتفصيل لمادة اللغة العربية التخصص لطلاب جيل 2004 وهسه مباشرة طلاب 2003 والمعيدين بيعتبوا علينا فلتنا يا أستاذ لا والله يا أستاذ عهد علي ما أفلتك وأبقى معك بإذن رب العالمين لغاية قبل الاختبار الوزاري بدقائق يعني بدنا نوصلك بإذن ربنا لباب الاختبار الطلاب 2003 والمعيدين من الطلاب السابقين أنتم من ترفع لكم القبعات احتراما لما قدمتموه من جهود مباركة وبإذن رب العالمين بهمتكم العالية ولو أنها فترة في بعض المراحل إلا أنكم معرفتوا كيف ترجعوا تحموها وتكملوا دراستكم بإذن رب العالمين ربنا ما بضيئ لكم تعب وبتوصلوا لمرادكم وبتوصلوا لهدفكم بنجاح وبعلامة كثير مرتفعة إن شاء الله طلاب 2004 اللي إلهم منفلتين لدراس ما يقارب السنتين بإذن رب العالمين بدياك تكون عارف أنه مادة اللغة العربية التخصص معانا رح تكون مادة بسيطة نوعا ما ولو أنها المادة الأصعب في الأدب هي فعليا عشان تكون بالصورة هي أصعب من الرياضيات وأصعب من الإنجليزي حتى لو كنت متمكن من اللغة العربية طيب أستاذ شو هي المادة اللي رح تقدمها في التوجيه اللي هي مادة اللغة العربية التخصص بداية مادة التخصص أستاذ يجب أنك تكون عارف أنها تقسم إلى أربع أقسام القسم الأول قضايا أدبية ولاحظ خليت لك إياها في المقدمة فوق ليش كل المشاكل اللي أنا بعانيها مع طلابي في مادة القضايا إنه الطالب مش قاعد بيحفظ في هاي المادة ومفكر حاله أخينا بالله الإمام الشافعي بيقرأ الشغلة ومن مرة وحدة بيحفظها وبخليها لغاية الاختبار الوزاري بتفاجأ إنه مش حافظ نهائيا يا أستاذ الله يرضى لي عليك في مادة القضايا موجودة في الدوسية ملخصة دوسيتنا اللي اسمها الامتياز اللي موجودة في كل مكتبات المملكة تقريبا بإمكانك إنك تجيب الدوسية وتبدأ بدراسة مادة القضايا من هاي الأيام مادة عبارة عن مادة حفظ شعر ونثر مطلوب منك تعرف السؤال وتعرف إيجابته مسوي لك إياها على شكل سؤال وجواب والأسئلة اللي ممكن تجي لك على أبيات الشعر مادة القضايا من مواد الحفظ وفي عندي بالمقابل لإلها النقد برضو مادة حفظ آراء نقدية بالفصل الدراسي الأول منحكي عن بعض المناهج في العصر الحديث ومنحكي عن النقد في العصر العباسي برضو مادة حفظه السادي وفضل بعد ما تخلص القضايا إنك تبدأ في هاي المادة نيجي على مادة الفهم اللي الطالب بيعتبرها فيزياء الأدبي النحو الصرف وأنا للآن مش عارف ليش النحو والصرف اللي ملخص لك إياه على منصتنا منصة وتد بطريقة كتير سهلة حتى لو كان مستواك صفر أو ما دون الصفر أستاذ منبدأ معاك بإذن رب العالمين بالتأسيس اللي موجود على صفحتنا طبعا التأسيس مجاني بإمكانك تفوت تحضر جلمك ووركتك في إيدك وأنا مش عامل لك صراحة ندسي للتأسيس لأنني حاب إنك تكتب الملاحظات اللي أنا بحكيها بخط إيدك لسببين؟ السبب الأول تدرب أستاذ على الكتابة إليك سنتين ناسيها والسبب الثاني وهو الأهم اللي هو أستاذ أثناء كتابتك أنت فعليا بتكون قاعد بتحفظ وأنت مش حاسس فالنحو الصرف عندي بالفصل الدراسي الأول خمس وحدات مقسمة ما بين السهلة والمتوسطة لم تصل إلى درجة الصعوبة الفصل الثاني عندي وحدة وحدة اللي هي صعبة نوعا ما طبعا حتى الخمس وحدات اللي موجودات وقلنا يعني مستواهم ما بين السهل والمتوسط إذا أنت يا أستاذ الله يرضى لي عليك مش ناوي تدرس واللي بتأخذه عبر الفيديو اللي بتحضره معي خلص شايف حالك فاهمه ما بترجع بتراجعه ولا بترجع بتأكد المعلومة إنك تبتها السهل رح يكون بوعدك كتير صعب وإذا القاعدة كانت صعبة كتير واسألوا يا 2004 اسألوا طلاب 2003 و2002 إنه تكرار القاعدة وتكرار الحل وكثرة التدريبات لا إيش بتأدي بتأدي إنك تثبت المعلومة بإذن رب العالمين بدهنك مية بالمية البداية لازم تكون جادة في عندي مادة البلاغة تقسم ما بين الفهم والحفظ طبعا نسبة الفهم فيها أكتر لكن الحلو فيها أمثلتها عادة بتكون من داخل الكتاب وكامل أمثلة الكتاب موجودة عندك في الدوسية محلولة حسب حل دليل المعلم طيب أستاذ هاي مادتنا مادة التخصص سميناها أستاذ مادة التخصص هاي بيسلموني كتاب اسمه التخصص طلاب الأدبي وأخ منكم يا طلاب الأدبي يا أستاذ الله يرضالي عليك كتاب اسمه التخصص ما رح تستلم رح تستلم ثلاث كتب في المدرسة الكتاب الأول اسمه النحو الصرف الله يرضالي عليك الكتاب الثاني اسمه البلاغة والنقد مجموعين مع بعض هاي المادتين بكتاب واحد وفي عندك القضايا الأدبية هي عبارة عن كتاب برضه إذا ثلاث كتب مع بعض من سميهم اللغة العربية الايش التخصص الثلاث كتب مع بعض من سميهم اللغة العربية الايش يا أستاذ التخصص أما كتاب اسمه التخصص ما رح تستلم بالدوسية موجودات يا أستاذ الله يرضى عليك كامل الكتب الثلاثة هاي الملخصات فيه دوسية واحدة اللي هي دوسية الامتياز زي ما قلنا طيب أستاذي مادتنا على منصة وتد ايش بتشمل خلينا نحكي عن المادة طبعا شرح مفصل ووافن للمادة سواء كانت نحو صرف اللي هي مادة الفهم سواء كانت بلاغة سواء كانت قضايا حتى القضايا شرحينها يا أستاذ ليس مفلتين هذه القضايا ليس لأنها مادة حفظة أقول لك احفظ لحالك يفضل انك تسبقني يفضل انك تسبقني يعني تأخذ نمط درس أو درسين تشوف كيف الأستاذ يشرح بناء عليهم تكمل في كامل المادة وحدك لكن زي ما قلت لك حتى مادة القضايا كاملة من الألف إلى الياء مشروحة بالإضافة إلى مادة النقد طيب أستاذ كيف طريقة الشرح مثلا للقواعد يا أستاذ طريقة الشرح للقواعد القاعدة من كتبها بعض الأمثلة تحتها من حل الأمثلة وفقا للقاعدة بعد ذلك ننتقل لأيش يا أستاذ أو أنت وحدك لازم تنتقل لأسئلة الكتاب حل أسئلة الكتاب يا أستاذ وحدك بتقارن حلك إما في الدوسية أو في الفيديو اللي أنا حل لك فيه أسئلة الكتاب على تلك القاعدة تمام تمام عشان تتأكد يا أستاذ أنه إيش أنا حلي صح أو خطأ اتأكدنا أمورنا تمام أستاذ هيك أنا متمكن يعني يا أستاذ هو مش راح يجيب لي إلا من أمثلة الكتاب لا وربي يا أستاذ بجيب لك بنسبة عشرة ولا عشرين بالمية فقط من أسئلة الكتاب هذا إذا جاب لك هو بده يجيب لك من بره الكتاب على نفس النمط اللي موجود في أسئلة الكتاب طب أستاذ أنا كيف بده أتصرف بهاي الحالة بقول لك أستاذ هون اللعبة باجي بعد ما تخلص أنت حل أسئلة الكتاب بدك تنتقل لشيء اسمه إيش أستاذ أوراق العمل أوراق العمل اللي هي عبارة عن أسئلة موضوعية بالإضافة لأسئلة مقالية على تلك القاعدة اللي أنت بتكون دارسها ومتمكن منها بإذن رب العالمين بتحل أوراق العمل طب أستاذ أوراق العمل حالها بالفيديو أنت أستاذ حل لك أسئلة عشوائية منها حتى أفرجيك كيفية أو طريقة التعامل مع هذه الأسئلة ما بين سهل إلى متوسط إلى نوعا ما صعب يعني جايب لك كل الأنماط في هذه الورقة اللي راح تلاقيها بملف بيدي اف موجودة على منصتنا طيب أستاذ بعد هيك أنا هيك متمكن بقول لك أستاذ ما بتحس حالك متمكن إلا إذا إيش إلا إذا حليت الاختبار اللي هيكون موجود عندك برضه بملف بيدي اف على منصتنا طبعا بنهاية الاختبار راح تلاقي إجابات نموذجية أستاذ كيف مستويات امتحاناتك أو كيف مستوى الاختبار اللي بتعمله والله يا أستاذ إبليسي يتعوض منه يعني أنا عادة بالاختبارات بحب تكون صعبة حتى أن نروح على أي اختبار وزاري أو مدرسي سواء كنت عندي في المدرسة أو غير نروح على أي اختبار بواجهنا أي شيء صعب نعرف نتعامل معه نحن بأوراق العمل ماخذين السهل والمتوسط واللي شوي صعب مدربين كيف نتعامل مع الصعبة لذلك الاختبارات عادة واسألوا 2003 والأجياد السابقة عن مستوى الاختبارات اللي أنا قاعد بعملك إياها حتى بإذن رب العالمين نوصل لمن كان طموحه العلامة الكاملة نوصلوا لهذه العلامة الكاملة طيب أستاذي بعض الأسئلة اللي بيسألنا إياها الطلاب عادة وخليني أجاوبك عنها عشان مضلكاش تسألني أستاذ قبل ما تروح تشتري البطاقة أستاذ أنا مستوي صفر في العربي هاي كثير منسمعها واللي دائماً منسمعها حتى من طالب متفوق أستاذ أنا بكره الإعراب أنا مستوي صفر في الإعراب واتطلع لأنه أخينا بالله ضعيف بالإعراب بربط هذا الإشي بنجاحه بنجح أستاذ الله يرضى لي عليك مادتنا مقسمة بين نحو وصرف وهاي كتاب واحد كتاب واحد النحو والصرف يعني جزء من العلامة تقريباً الثلث مش العلامة الكاملة الإعراب اللي مطلوب معك لكل فصل ثلاث أو أربع ثلاث أو أربع أشكال أو أنماط من أنماط الإعراب يعني بالفصل الأول المطلوب منك بكسر همزة إنا اسم إنا وخبرها فقط بأحوال الفاعل والمفؤول به اللي هو فعل والفاعل والمفؤول به مطلوب منك إعرابه وبوحدة الإضافة أشياء بسيطة جداً يعني إذا تعرف أن هذه الجملة على أنيق قاعدة بإمكانك بإدن رب العالمين بناء عليها أنه حتى لو صفر في الإعراب توصلها طب أستاذ رح تشرح لنا حتى إحنا الإضعاف بالإعراب كيف نعرف أستاذ وعد اللي أنت خايف منه وهو الإعراب أخليك في الاختبار الوزاري يكون تدور عليه سؤال الإعراب الدوارة أنه يلا بدي أحله حتى أنك تجيب علامته خلصنا من الإعراب أستاذ ومن أنه مستوانا صفر في العربي أستاذ مستواك صفر لأنه أنت مش حاب تبدأ بالمادة لكن إذا بديت فعلياً بإدن رب العالمين بتوصل لمرادك وزيادة أستاذ متى تبدأ؟ رح تبدأ بشرح المادة يا أستاذ باعتبار ما انتهيت من أنك تحضر الفيديو القاعدين متصور فيه الآن مباشرة فوت على موقع وتد فوت على مادة اللغة العربية تخصص الأستاذ عبدالفتاح البرغوثي رح تلاقي التأسيس للمادة مجاني بإمكانكم كلكم كطلاب تبدوا بهذا التأسيس وطبعاً التأسيس ضروري قبل ما تفوت على المادة إنك تكون متمكن منه لأنه التأسيس للفصلين مش لفصل دراسي واحد اتمكننا من التأسيس وكانت أمورنا تمام وشفنا حالنا فاهمين مباشرة من روحه منشتري بطاقة وتد ومنبدأ في المادة مع أستاذنا طيب أستاذ كيف بإمكاني أحصل البطاقة وكم سعرها؟ يا أستاذ البطاقة بإمكانك تحصلها من أي مكتب موجود في المملكة جنبك يعني 90% من المكتبات الموجودة في المملكة فيها بطاقة وتد التعليمية سعر البطاقة 35 دينار شامل فصل دراسي كامل شامل فصل دراسي كامل طيب أستاذ متى بتنتهي صلاحية البطاقة؟ بتنتهي بعد ما ترجع من اختبارك الوزاري بالـ 2022 يعني لنفترض أنك جبتها هاي الأيام راح تضلها البطاقة معك سنة وثلاث شهور تقريبا بتضلك تعيد وتزيد في هالمادة لغاية تحفظها حفظ يمكن تيجي آخر السنة وأستاذ تطلع تشرحها مكاني يعني أصير أطلع بأوراق العمل أو بالبثل المباشر حتى أني أحل أسئلة ألاقي واحد من الطلاب مكاني هو اللي قاعد بحله وبإذن رب العالمين أنتو قدها أستاذ إليك دوسية؟ ذكرناها قبل شوي أستاذ أن دوسية اسمها الامتياز أستاذ شو شارح فيها دوسية؟ شارح فيها فيزيا يا أستاذ فيزيا ورياضيات شارح فيها بدرسك عربي بدي أكون شارح فيها مادة اللغة العربية التخصص وفي دوسية ثانية برضو لمادة المهارات بإذن رب العالمين بتحصلها من نفس المكتب اللي أنت شتريت منها بطاقة وتد بتقول لي بتحكيله بدي دوسية البرغوتي الامتياز بإذن رب العالمين شو مشروح فيها أستاذ؟ مشروح فيها كامل النحو والصرف مع حل أسئلة الكتاب مشروح فيها كامل القضايا كامل النقد وكامل البلاغة بالإضافة إلى حل أسئلة الكتاب يعني فعليا أنت مش بحاجة إلى كتابك المدرسي إلا أنك تعتبره ورقة تعمل وتحل الأسئلة اللي موجودة فيه طيب أستاذ اشترينا البطاقة وصرنا من طلابك كيف منقدر نتواصل معك ما أنت عندك ما شاء الله مئات وآلاف الطلاب يعني بتواصلوا معك بإمكانك أستاذ أو تعبرنا أو كيف بدنا نحكي معك أستاذ بداية رقمي على الواتساب 07-8-0-9-4-7-5-6 أي طالب فيكم سواء كان من طلابي أو من غير طلابي بإمكانه يتواصل معي على هذا الرقم واتساب يسأل أي سؤال بده إياه بأي وقت وبإذن رب العالمين أنه ما منقسر معه باللي منقدر عليه وإسألوا طلاب السنوات السابقة إذا رفضنا لهم حل سؤال أو أي استفسار طيب أستاذ بطلب منكم كلكم طلابي وغير طلابي صفحة طلاب الأستاذ عبد الفتاح البرغوثي على الفيسبوك على الفيسبوك طلاب الأستاذ عبد الفتاح البرغوثي فوتوا كل ياتكم حطوا لايك ومتابعة عشان أي فيديو وإي شرح لقاعدة مجانية تفوتوا وتحضر هذا الفيديو وتكون عارف الأخبار أول بأول بإذن رب العالمين إذن هاي الطريقتين للتواصل هاي رقم تلفوني بإذن رب العالمين بالإضافة للمجموعات اللي إحنا قاعدين منعملها للطلاب حتى إنه يتشاوروا مع بعض بحل مسألة بحل ورقة عمل بحل سؤال مثلا إجاهم في امتحان في المدرسة ما يعرفوا طريقة الحل بتناقشوا فيه وبعد ما يخلصوا نقاشهم بفوت أنا على الخط واسألوا الطلاب عن هاي الطريقة بفوت على الخط وبحكي لهم هاي انحلت بهاي الطريقة لأنه قاعدتها هيك هيك أو بهاي الطريقة جاءت فهون بإذن رب العالمين أستاذ ما إلك أي حجة حتى لو مستواك صفر طول السنوات السابقة وتأكد إنك طول ما أنت بتعرف قد تقرأ وتكتب أنت قادر إنك توصل لأي هدف ولأي مبتغى بإذن رب العالمين حابين طبعا النجاح مستحيل يكون على إيدينا إلا بتوفيق رب العالمين لكن إحنا حابين إنه نكون جزء من رسم مستقبلك بإذن رب العالمين ويكون هذا المستقبل الأخضر والآمن وتكون الأكاديمي الأول في منزلك أو في حارتك أو في جامعتك بإذن رب العالمين دمتم سالمين طلابي وربي يوفقكم ويعطيكم ألف عافية